موسيقى موسيقى حياكم الله مشاهد الكرام بعد هذا الفاصل يعتقد الكثيرين بأن الرياضات الخاصة بالدفاع النفس هي حركات تؤدى فقط وهناك من يستخدمها بطريقة خاطئة دون أن يعرف فوائدها اليوم نتعرف على هذه الرياضة بشكل أكبر من ضيوفنا الذين حققوا المركز الأول ونالوا كاس رئيس الدولة في هذه الرياضة من راحب المدرب جعفر محمد مدرب وجوده في نادي اتحاد كلبة ولاعبين زايد وأحمد صبحكم الله بالخير شكرا الله بالنور طبعا في البداية نبدأ فيك مدرب إنجاز كبير لنادي اتحاد كلبة فنتكلم عن هذا إنجاز في البداية الحمد لله يعني إنجاز ما جايش من فلاغ يعني فيه إنجاز يعني جاي من تعب شغل يعني زيادة وبعدين ما شاء الله اللاعب كانوا في المستوى والسنة هذه حققنا حوالي ستة عشرين ميدالي ذهبية ما شاء الله على موسم كامل وحوالي واحد وثلاثين فضية وستة وثلاثين برونزية خلافا الدوري يعني دوري يعني دوري لجودو واخر بطولة تحصلنا على كأس سمو رئيس الدولة رئيس الدولة نعم مركز أول وتحصلنا على أحسن لاعب اللي هو أحمد فيصل على مستوى الدولة وبعد نفس الشيء تحصلنا على أحسن مدرب على مستوى الدولة اللي هو مدرب جعصفر النغلي ما شاء الله بالبرك على كل هذه الإنجازات طبعا في البداية في بداية الموسم يمكن كانت لكم ممكن مع شكرات أو تدريبات أو استعدادات لوك تكلمنا عن هذه التجهيزات والله احنا الدعم المادي يعني ما فيش يعني أول شيء بدنا مع المراكز وبعدين تبنينا نادي تحت كلبة المعسكرات يعني تمرين عادي ما فيش معسكرات يعني زي أي ممكن نوادي الثاني عاملين معسكرات بس احنا ما عملناش معسكرات تمرين عادي في النادي تمرنوا في نشاء مركز نشاء كلبة وفي مركز طفل تمرين عادي ما فيش معسكرات بس يعني الشباب ما شاء الله عليهم يعني هم اللي كانوا في المستوى هم اللي نورونا ونورونا نادي تحت كلبة في الجودو نعم أحمد بالبداية مبارك لك على هذه البطولة وعلى هذا اللاعب كيف كانت استعداداتك للبطولة كيف شفت نفسك في البطولة كيف شفت حتى ممكن المدربين كيف يساعدونك في البطولة وكيف أنت الحين تفتخر نفسك بنفسك بما أنك أنت بطل كاس عيس الدولة للجودو الحمد لله هذا هو الشيء فضل ربي كل العملية هذه وفضل كابتن جعفر هو لي دربني نعم فضل والدي جيموي وابوي طبعا هم دعموني في هذه اللعبة والحمد لله يعني قدر توصل مع التمرين والمعسكرات الخارجية مع المنتخب الحمد لله قدر توصل لهذا النجال نعم ونت لعب في المنتخب أيضا جميل كيف شفت تجربة المنتخب دائما كل لعب يسعى يمكن للوصول على المنتخب في كل دعنا نقول الألعاب أنت بما أنك لعب منتخب كيف تشوف نفسك مستقبلا كيف تشوف أن هذا حافز لك مثلا أنك لعب في المنتخب أنك تحصل على البطولات أكيد هذا حافز لي لأنه أرفع أرفع الدولة أرفع اسم الدولة وارفع اسم الشيوخ حتى يمكن أن ترفع من مستواك صحيح لأن المعسكرات الخارجية المعسكرات الخارجية مع المنتخب لا تكون قوية يعني منتخب معسكرات قوية ولانا نتطور منها يعني نعم ونأخذ تجربة من البطولات الخارجية جميل زايد يمكن أنت لك عدة ميداليات هني صحيح لو تكلمنا عن نجازاتك وميدالياتك حتى ممكن تكون أنت حصلت أفضل لعب في الخليج صحيح يبت المركز الأول بطولة الخليج كانت في البحرين نعم 2016 وبعد لعب في المنتخب رحت أكثر من معسكر وبطولة اللي طافت كاس الإمارات يبت المركز الأول ما شاء الله دائما أنتم لعبين في المنتخب يمكن تلعبون في نفس المرحلة لا هو يلعب فيت الناشئين وأنا ألعب الأشبار جميل مشاركتكم في المنتخب دائما يمكن تعطيك حافز كبير أنك تكون أفضل في هذه اللعبة صحيح لازم أكون على المركز الأول عشان أتم في المنتخب وقدر أخذ أطور لما أكبر إن شاء الله أكون بطل إن شاء الله طبعا بطولة كاس رئيس الدولة هي بطولة غالية على قلوبنا المدرب جعف فكيف تعبرون بإنجازكم هذا في النادي سواء في نادي التحاد كالبا حتى ممكن يكون على مستوى الدولة والله إنجاز ليس سهل يعني جاء يعني بعد مجهود جبار ومجهود كبير يعني تعب في التمرين يعني تضحيات من اللعبة يعني حتى المدرب يعني يحسب كتير ولا في الميداليات يعني 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 يستهلوا أكيد يستهلوا يعني ما شاء الله سنة كاملة يعني تعب وتضحية وهم شيء أنا هم شيء كونه في اللعيبة اللي عندي يعني الحمد لله رب العالمي ناجحين في الرياضة ومتميزين في الدراسة جميل يعني مركز على الموضوع هذا وبعد فيه تواصل مع أولياء الأمور يعني عشان تنجح انت في المشروع الرياضي هذا لازم يكون فيه تواصل مع أولياء الأمور والحمد لله يعني هذا كان موجود واللعيبة ما قسروا ونفس الشيء مدرب بعض ونفس الشيء نادي تحت كلبه يعني مساعدين يعني ماديين يعني والحمد لله لم يأتي شيء من السهل يعني يعني الدعم موجود الدعم موجود أحمد ليش اخترت رياضة الجود وبالذات لأنها هي رياضة فردية والشيء ورياضة أولمبيا يعني مثلا مثلا بطولة العالم فيه شيء بعد تقدر تأخذ أولمبيات تأخذ أولمبيات تأخذ أولمبيات لتين ميدالية أولمبيا يعتبر أن تجاز كبير بنسبة لدولة صحيح أنت يعني شفت نفسك في هذه الرياضة تقدر أنك تعطي تقدر تلعا فيها تأخذ بطولات فيها صحيح؟ الحمد لله جميل زايد ليش اخترت هذه الرياضة؟ رياضة علم فيها ورياضة كبيرة يعني معروفة بالدولة وحبيتها أول محلم ودخل يعني حنا لما كنا صغار بشكل عام دائما كنا يمكن كرة القدم هي المفضلة عدنا صحيح؟ فأنتو اخترت يمكن رياضة بعيدة شوي عن كرة القدم كيف شفتوا نفسكم فيها في البداية زايد؟ هل واجهت سوبات؟ يمكن قلت خلاصة أنا ما أقدر ألعب هذه اللعبة؟ لا أنا اتمرنت وبعدها على طول لعبت بطولة فهذه البطولة يبت فيها المركز الثالث فتحمست أكثر أني أكمل ألعب وبيب نجازات أكثر صارت له تحدي صار له تحدي يعني مركز الثالث يحبي يعدي يعني ومشاء الله مني هم صغار يعني مني هم صغار مركز الثالث كانوا يتمرني عنهم موهوبين فيها موهوبين لا الله أكبر عليهم بعد عندهم أخوهم الثالث بعد ما شاء الله يعني ما يبتو ياكم بس خلاص ما شاء الله أنا زيد يعني متحصل على بطولة خليج البحرين أنا أحمد فيصل نفس الشي متحصل على بطولة خليج يعني في البحرين وما يخذ على مستوى آسيا ما يخذ مركز الثاني في كأس آسيا أني أول مرة تصير على تاريخ دولة إمارات بطولة آسيا نحصل ميداليات في الجودو يعني الجودو الحين مش زي قبل الحين أحسن من قبل أحسن شنوه في النتائج على مستوى عالم يتخنى في الأولمبياد بنفس الشيء في نتائج يعني الاتحاد الحين اتحاد الجودو يعني تطور رياض الجودو بشكل يعني ثم نقلة نوعية يعني من السنوات الثالث للمرحلة هذه في نقلة نوعية للجودو رياض الجودو يعني في ميداليات معسكرات الدعم المادي كله يعني ما شاء الله الحين يعني الاتحاد يعني ما مقسر حتى في التكريم اللاعيبة يعني آخر مرة تكرموا يعني تكرمتوا في تكرموا مع نائب رئيس الدولة أو لا شيخ منصور شيخ منصور يعني أخزي جائزة للنجاز جائزة للنجاز ماخدين عنا ماشاء الله عنا علي حسن علي حسن بعد نفس الشيء من نادي تحت كلبة وعنا عيسى محمد جميل نفس الشيء بطل خليج وعنا سلطان خدوم خميس نفس الشيء بطل خليج يعني ما شاء الله في نادي تحت كلبة يعني فيه أبطال موهوبين الحين طالعين جميل كيف مدرب جعفر ما شاء الله يمكن حاصن على بطولات كثيرة ميداليات كثيرة كيف أنتم من خلال مثلا تدريبكم أنتم تطورون مهاراتهم للوصول إلى العالمية فلابد في البداية الحفاظ عليهم على مستواهم من بعدها ممكن تطوير مستواهم هو الحفاظ لازم وهم بعد ما شاء الله يعني موهوبين أهم شيء يكون هو يعني موهوب الطالب نعم أول شيء الثاني شيء يعني بشتوصله العالمية يعني مش سهل طبعا لازم يعني دعم أكيد طبعا يعني لازم دعم مادي دعم معنوي يعني كل الظروف لازم تكون يعني موجهة للمشروع هذا عشان يوصل للطالب العالمية يعني إذا يدخلوا في المعسكرات الخارجية معسكرات داخلية بطولات دولية هذا يخلي الدعم يخلي يعني يخلي الأبطال هذهم يعني يتطوروا ويوصلوا يوصلوا حتى يلعبوا على بطولات عالمية إن شاء الله وإننا إن شاء الله متفعل خير بيهم إن شاء الله إن شاء الله بس في بعض أبطال عننا إن شاء الله إن شاء الله طبعا أحمد وزايد وخوكم الثاثنتو كلكم تلعبون جودة في البيت صح؟ ما تظهر بون مرات؟ لا معا ما أختم بس حلو كيف تقدر أحمد أنت تنسق بين دراستك وبين هاي رياضة خصوصا أنت موهوب في هاي رياضة وفي بعض الأحياء ممكن تكون لك معسكرات في المنتخب وممكن تبعدك شوي عن الدراسة فكيف أنت تقدر تنسق فيها؟ أنا شوف أرجع من المدرسة أخلص واجباتي أول شيء وبعدها أطول أروح التمرين يعني أكون أول شيء هم شيء أني مخلص واجباتي مخلص اللي عليه في الدراسة بعدها أروح التمرين خلاص هوكي يعني أتمرن على راحتي ما أفكر بالدراسة والمعسكرات الخارجية اللي تكون مع المنتخب؟ والمعسكرات الخارجية متى في وقت الدراسة مستحيلة في وقت دراسة في وقت الإجازات لازم المنتخب يرعوا الدراسة، دراسة الطالب وكل شيء فالمعسكرات بطولات خارجية تتبكت للإجازة مثل إن إجازة الصيف فيها بطولات خارجية ومعسكرات نفسها للإجازة زايد شو طموحك تكون في المستقبل؟ أكون بطل أولمبي وكيف تسعى أنك تكون بطل أولمبي؟ لازم أتمرن يعني أكثر من التمرين وبعد ما نسى الدراسة لازم أقسم وقتي بين الدراسة والتمرين حلو فكل ما أتمرن أكثر إن شاء الله أتطور وأوصل إن شاء الله طبعا يمكن أبوك وأمك لهم دور كبير يمكن في تحفيز صحيح؟ أكيد دايما شو يقولون لكم في البيت؟ يعني يقولون أن أروح أتمرن كل يوم مثل إذا ما أتمرنت ما أتلعب بالبطولة ليش؟ لأن مثلا يبوك تتمرن عشان في التمرين بتقدر تتابع نجالس في البطولة صحيح يعني ما يبون أن نلزل راسم ويبون نتمرن عشان الله عليكم حلو المدارب جعفر طبعا في لابد أنك لما توصل للقمة يمكن واجهت عدة صعوبات فلو تذكرنا أهم الصعوبات اللي واجهتها وكيف أنتوا قدرتوا تتخطون كل هذه الصعوبات؟ لازم يعني رياضة الجودو رياضة فردية صعبة يعني عشان تحمس اللعيبة ودخلهم رياضة الجودو يعني فيها شغل كبير طبعا الصعوبة يعني أكثر شي صعوبة مادية يعني نحن رياضة الجودو يعني يعني الدعم المادي يعني محدود جدا 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 في الدولة يمكن محدودة محدودة خاصة رياضة الجودو يعني كدعم مادي محدود خاصة نحن في النادي تحت كلبة يعني ما مقصرين يعني كل واحد نعطي حقها بس كدعم مادي نقصين يعني احنا أنا من المنبر هذا يعني الناشد يعني مزر الشارق الرياضي إن شاء الله يعني عشان يدعمنا مادين عشان نوصلوا للأبطال هذم يعني يوصلوا حتى يشرفوا رأية دولة إمارات العربية يعني الدعم المادي في بعد نفس الشيء الملابس الرياضية للجودو اللي كيمينو هذه يعني ملابس خاصة مثل بطولات يعني نعم ما موجودة عنها يعني نحن نتمرنوا بالبدلة للجودو وبعدين نخسلها ونعبوا باب بطولة في البطولة نعم يعني حتى مستوى البدلة يعني مش شراقي زي المنعبو مع الفراق الثانية ممكن بعد كل هالبطول بالرغم هذا بالرغم هذا يعني الحمد لله يعني تحدينا يعني كل الأبطال هناك يعني في الجزيرة في يعني تحديناهم ندف وجيرة يعني يعني ما شاء الله ستاشن فريق على ستاشن فريق طلعنا مركز أول يعني 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 في إنجاز يعني ما شاء الله حمد لله رب العالمين رغم يمكن ضعف شوية وقلة الدعم المادي جميل يعني يعني دائما يمكن في هذه الصعوبات تخليك توصل للقمة من خلال هذه الصعوبات ممكن توصل للقمة صحيح؟ أكيد واحد يتحدى يتحدى نفسه لازم يتحدى يعني يتحدى 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 المشاكل يتحدى الصعوبات يتحدى المنافسين يعني لازم يكون يعني عنده مشروع وعنده هدف بالمشروع هذا يعني إذا أنت تقدر تمشي في المشروع هذا وتكمل الآخر إن شاء الله تنجح وبعدين الحمد لله يعني مش السنة هذه بس يعني أحسن مدرب على مستوى الدولة يعني عنده سنة لطافت ولي جبرة هذه ثالث موسم على التوالي على التوالي أفضل مدرب على مستوى الدولة يعني مجيش من فراغ يعني يعني جاب اللعيبة ما شاء الله عليهم والمدرب بعد مشتهد شوي يشتغل يعني زيادة بعد والحمد لله والمشرفين يعني كلهم يعني من نادي تحت كلبة من مركز الناشا من مركز الطفل يعني الحمد لله يعني إحنا شنوة الاستراتيجية يعني ليش إحنا الحمد لله ناشحين نعم نحن أكثر شي رياضة الجودو ركزه علىها هو المواطنين يعني أهم شي نحن نطوع على مستوى بطولاتنا يعني كتشوف عنا حوالي خمسة وثمانين اللعب ماشا الله يتمرنوا يعني كتحصل فيها ممكن خمسة ستة وافدين يأخذ كلهم مواطنين نعم يعني تركيزنا على المواطن ليش؟ عشان المواطنة ذاكة هو الهدف منه بشوصل المنتخب الوافد بس يلعب نحن كنا نرى بطولتنا مع يوزباكستانيين، روسيين، جزائريين، تونسيين يعني بشكل عام دول عربية وحتى دول عربية يعني نتحدهم يفوزوا والحمد لله يعني يدخلوا بطولات معهم في بطولة الدولة ونفوزوا عليهم يعني بطولات مش سهلة يعني قبل الجود وكان شوية عادي طيب الحين تطور يعني حتى المنافسين يعني فيه منافسة الحين صارت بس ما مقصرينهم يعني فريق كامل صحيح طبعا يمكن حتى ممكن إنجازاتكم قاعدين نشوفها حاليا في الاستوديو كل الشكر ليك المدرب مجعفر المدرب جودو في نادي اتحاد كلبه أحمد زايد مشكورين ومتمنى لكم التوفيق إن شاء الله الله يبارك فيه كنت مشكور بعد الاستدعاء وإن شاء الله ديما منوريكم وإن شاء الله ديما في المراتب الأولى إن شاء الله آمين إن شاء الله تمنى لكم التوفيق إن شاء الله يعني إذا فيه شيء يعني رسالة يعني أولا بشكل مختصر يعني أنا رياضة الجودو يعني رياضة يعني صعبة إذا فيه مجال يعني وناشدوا حكومة الشارقة وناشدوا مجلس الشارقة يعني يساعدونا يعني ماديا أهم شيء وإن شاء الله بإذن الله يعني نلف وراية الوطن ويكون عالم دولة إمارات العربية المتحدة إن شاء الله بيكون إن شاء الله في المراكز الأولى إن شاء الله نعم طبعا كل الشكر لكم وتمنى لكم التوفيق مرة تانية إن شاء الله مشكوري الله يباري فيك مشكور حبيبي مشاهدينا من الجودو إلى فقات الرياضة مع المدرب معاد خلونا نتابع نرجع بنتي اليوم بحلقة جديدة وتمريني جديدة اليوم أنيت الماء مش للشرب اليوم أنيت الماء مش هنعمل فيها تمرين خليكم معنا عندنا اليوم أنيتين صغار رح نعمل فيهم تمرين رح نبلش بأول تمرين تمرين لعضلة الكتف بهذا الشكل طهري ستريت أب وان 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 بطلع واحد بعد عشر عدات واحد اتنين ثلاث اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة أجين كرر هيا العملية خمستاشر مرة بعدين برجع بعمل بدي بهذا الشكل أب ثلاث وان داون برضو خمستاشر مرة بعدين برجع بعمل بدي بهذا الشكل سكواد داون اند أب اجين داون اند أب اجين داون اند أب اجين داون اند أب كرر هيا العملية ايضا خمستاشر تكرار وبرجع بعمل برجع بعمل تمانين الثالث رح يكون عبارة عن لنجز بهذا الشكل داون اند أب داون اند أب داون اند أب داون اند أب نفس كثير مهم واحد اثنين اثنين عشرة عدات لك الرجل بعدين بعكس القدم الثانية واحد اثنين تبنيه الثالث سيكون تبنيه لعضلات الصدر نحن نام على الصدر بهذا الشكل داين لهون ستريت ستريت فلاي سكويز فلاي 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 كرروا 15 مرة بعدين برجع بعكس بعمل تمانين بهذا الشكل واحد واحد ايضا 15 تكرار حط الاناني الصغار لهون فامسك الانية الكبيرة نعمل روتيشن الآن لعضلات الوبليكس نعمل لنجز بهذا الشكل برجع واحد برجع اتنين برجع ثلاث برجع اربعة وبرجع وبهيك بكون انا انهيت حلقة اليوم على امل لقاء فيكم بحلقة القادمة رح نحكي فيها عن موضوع الإطالات موضوع كتير ضروري تابعونا طبعا مشاهدين شكرا المدرب معاذ على هذه التمارين الرياضية واتمنى مشاهدين الكرام انكم استفدتوا من هذه التمارين فاصل وراجعين لكم بقوة معنا اشتركوا في القناة